يا مساء الخير يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيشوفوا برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى بكون معاكم إيمان مختار كل أسبوع كل يوم اتنين الساعة سبعة بالدقيقة بكون معاكم على شاشة القناة الأولى وطبعا بتكلم في موضوع شغلنا وشغلكم ممكن تكون مشكلة عائلية ممكن تكون مشكلة نفسية ممكن تكون إحنا عايزين نعرف إحنا عايزين إيه من الحياة موضوعنا النهاردة مهم جدا وموضوع شغل الرجالة قبل الستات إزاي تفهم الست سؤال صعب جدا إزاي أنت كراجل تفهم الست اللي معاك أنا عارفة أن الموضوع محير وموضوع صعب لأن دايما الرجالة عندهم حيرة وتشتت مش قادر يفهم الست دي عايزة إيه مش قادر يوصل لدماغ الست اللي معاها هي عايزة إيه دلوقتي مني تلاقي دايما مشكلة يقولك إيه يعني أنت عايزة إيه دلوقتي عارفين نرجع لفيلم محمود عبدالعزيز الشقة من حق الزوجة فاكرين المشاة ده لما لها يعني أنت حايزة إيه دلوقتي قلت له طلقتي يعني لو طلقتك دلوقتي أنت هترتاحي قالت له آه قالت له أنت رح أنت طالق والفيلم كله مشاكل وعيات بسبب كلمة أنت طالق معناها هي أصلا ما كانتش عايزة تطلق فمن هنا بقى يعني شوفوا من قديم الأزل والدراما والسينما وهي دايما بتحاول توصل لدماغ الست أنت عايزة إيه وبصراحة من أبرز الكتاب اللي كتبوا عن الست وعن المرأة عموما كويس جدا واللي أنا يعني لما بقرأ كتاباته أنا بروح بروح وأقول إزاي الراجل ده فاهمنا أوي كده يعني من أكبر الكتاب بالنسبة لي أنا إراية أحب أقرأله جدا وطبعا الكاتب العظيم أنيس منصور أنيس منصور يعني حقيقي تحس أنه اخترق اخترق دماغنا وعايش مع أحاسيس الستات وعرف يعكس قد إيه الست بكل تطورات شخصياتها وحياتها ومس نقط مهمة جدا ويمكن مركزية جدا في شخصية الستات رجالة كتير مش قادرة تفهم ولا توصل لده يمكن لو قروا شوية كتب لأنيس منصورة يقدر يفهم الست الرجالة اللي بتشتكي إنه مش قادرين يفهموا الستات حلقاتنا النهاردة هنفتش وندور ونعيش جوا نفسية الست هي بتحس بإيه بتشعر بإيه انفعلتها عصبية هدية محبة جحدة إيه دي يعني الستات يا جماعة توليفة عمرك ما تقول أنا الستات لا ده أنا فهمهم ده أنا أكتر واحدة فأتعمل معاهم يبقى مش فهم حاجة خالص يعني مثلا تلاقي الست فرحانة وبعد شوية متضايقة يجي الراجل يسألها طب مالك فيك إيه تقوله مفيش يا ستي مالك أبوس إيدك فيك إيه مفيش وبعدين هي بقى بينها بين العقل والباطن بقى إيه مفوض يفهم لوحده مفوض يحس بي الاهتمام ما بيتطلبش يسابها ويمشي تزعل طب يقعد جنبها ويزن ويفضل يتحايل يا ستي مالك طب عشان خاطر طب قوليلي طب مالك فيك إيه لا أنت متغيرة فيبقى الراجل يجيش تكي يقولك إيه طب هي لما بتبقى زعلانة أسابها وامشي تهدى تزعل طب أفضل لازم تمسك برأيها أكتر وتقفش أكتر وتعند أكتر اللي ما يعرفوش بقى رجالة كتير إن إحنا أصلا كستات أصلا أصلا ساعت ما بنفهمش نفسين مش هقول بقى إحنا مش فاهميه ساعات فعلا أنا كست بوصل مرحلة هو أنا هو أنا بعمل كده ليه هو أنا عايزة إيه طب أنا بتعلن أقصد إن أنا الكلام اللي بقوله ده ساعات كتير على فكرة بجد بأمانة وبصراح إحنا كستات بنقول كلام بنبقى عايزين عكسه يعني أنا ما أقوله لو سمح سيبني دلوقتي أنا مش طايق أشوف وشك دلوقتي سيبني ويمشي لو فتح باب الشقة ومشي أزعل وتقهر وبعد كده بس أنا تيجي مامتها تيجي تسألها تقولها طب يا بنتي بنتي اللي قلت له يمشي لا بس برضو مفروض يقعد وما يسيبنيش وانزعلانة طب ما إذا كنا إحنا إحنا مش فاهمين نفسنا الرجلة بقى تعمل إيه هيكون معانا في الستوديو الكاتب والسيناريست محمد إسماعيل أمين وهو كاتب مسلسل راجل وست ستات جمع إزاي الراجل وست ستات دي وطبعا كل ست لها شخصية فهنفهم منه أكتر كمان كان كاتب مسلسل تامر وشوقية وسلسل جميل كوميدي وفيه بقى الست ومشاكلها أو الراجل واللي هيتجنب من مراته مش فاهمين منها حاجة وكمان كاتب مسلسل حتى اسمه كده عجبني وغيره وغيره من الأعمال السينمائية بس قبل ما استقبل ضيفي معايا في الستوديو هنروح نستقبل من خلال زوم الدكتور حسام صالح لازم في بداية الحلقة يكون معانا الدكتور حسام صالح استشاري التنمية البشرية والعلاقات الأسرية نفهم منه أكتر إن الستة تتفهم إزاي أهلا بيك معانا يا دكتور أهلا وسهلا بيك وأهلا وسهلا بيك وجميعا وكل الستات وكل الستات اللي معانا مبدئيا النهار ده الحلقة دي مطلب جماهيري من الرجالة عايزين يعرفوا مننا إزاي الراجل يفهم دماغ الست يعني الرجالة ما بقيتش فهمها يعني أفهمها إزاي إيه مفاتيح الستات خلينا أقول يعني حضريك شايف كراجل بما أنك عملت مسلسلات كتيرة تتكلم عالستات ومشاكل الستات نفهم الستة إزاي يعني عملت استشارات كتير بالستات ماشي مسلسلات أيوة معلش دخل معي المسلسلات مع الاستشارات تمام تمام المشاكل الحقيقية بتاعت الستات إن لازم إحنا وإحنا بنتعامل معهم كرجالة نفهم إن هم طبيعتهم مختلفة عننا نفهم إن هم بيحتاجوا المشاعر والأحسيس والعاطفة بتأثر فيهم قبل أي حاجة تانية الراجل بيتعامل مع الست كأن هي حد زيه كأنها واحد صاحبه وبيستني إنه ده حل منطقي للمشكلة دي وما تعملش مع مشاعرها فابتدت تتعصب استجاب للطلبها من غير ما يفهم المشاعر اللي وراه فابتدت تدي رد فعلي معاكس عشان هو مداش نفسه وقت يفكر هي بتفكر إزاي الحقيقة إنها بتفكر بشكل مختلف عن الراجل بيهمها أكتر الإحساس بالأمان الإحساس بالاهتمام الإحساس بالحب الإحساس إنك إنت متعاطف معاها وفهمها وسيبقى تعبر عن مشاعرها إن إنت لازم تقدر كمان إن مشاعر الست بتتغير من وقت للتاني من فترة للتانية خلال الشهر نفسه أو خلال الأيام خلال اليوم نفسه ممكن تتغير من وقت للتاني ومش عشان إتعملت مع ست معينة يبقى كل الستات كده لأ إنت لازم تتعامل مع كل ست حسب طبيعتها هي حسب شخصيتها هي لأن شخصيتها تأسست في الطفولة بشكل معين وطبيعتها تكونت بشكل معين في حاجات مشتركة بين الستات إن هي العاطفة بتغلب عليهم إن هم بيركزوا في التفاصيل أكتر من الراجل إن الراجل بيكون محدد بيتعامل في شيء واحد في الوقت الواحد الست بتاعلا تتعامل مع اكتر من حاجة في الوقت الواحد مع اكتر كتير من الراجل الست بتقدر تشوف التفاصيل اكتر كتير من الراجل بتقدر تحدد الالوان اكتر كتير من الراجل تمام تحلل حتى ملامح وشه يعني هو دخل عليها كده هنا عنقول الرجالة سر مهمة جدا هاول ما تكذبش على المرأة لان الست عندها قدرة لكشف الكذب من خلال ملامح الوجه والتعابيرات اكتر بكتير بالظاف لك واضح لتحافظ عشان تقدر تحافظ على استقرار حياتك كل ما تكون واضح اكتر كل ما تكون صريح اكتر كل ما تكون متفاهم لمشاعرها كل ما تكون متفاهم لخصوصيتها هي دونا عن اي ستة اخرى ما تروحش تتعاملها زي مثلا الممتك زي اختك زي النموذجين تاني انت شفته لا تتعامل مع النموذج ده انه هو حالة فريدة مختلفة فساس جدا مشتركين انهو محساسين جدا عاطفتهم قوية جدا بيتأثروا بالمشاعر لو المشاعر مشتعلة مش هتعرف تحل لا بالعقل ولا بالتحليل ولا بالحلول كل ده مش هيفيدك هيفيدك انت تحتوي المشاعر دي تتفهم المشاعر دي تفهم المشكلة اللي وراها وتبتدي تحل هذه المشكلة يعني انا دكتور جات لي ماسج على الفان بيج فراجل بيشتكي بيقولك احنا كنا ايام الخطوبة عسل وكانت لذيذة وجميلة وبتهتم بي وبتشوف كل التفاصيل الصغيرة ويمكن اكتر حاجة عجبتني فيها ان هي بتشوف تفصيلة التفصيلة يعني شهو بيبوس كم معجب ان هي مهتمة بالتفاصيل يعني تعرف امتى نجعان تعرف امتى انا مفصود تعرف امتى من اول ما رد عليها ولا قالوه تعرف ان انا زعلان لكن دلوقتي انا اتغيرت خالص وحاسس بالبرود العاطفي وحاسس ان مش دي اللي انا كنت بحباها ايام الخطوبة سألته سؤال قلت له دلوقتي انتوا اتجوزتوا قال لي اه قلت له طيب ربنا انا عمك بالخلفة قال لي اه عندنا اتنين قلت له طيب هل انت فاهم ان مراتك دي ساعة الخطوبة كانت لسه بنوتة بقى فيش اي حاجة بعد الجواز حملت ففيه هرمونات الحمل وفيه اكتئاب ما بعد الحمل وفيه استت دايما وهي حامل بتحس ان هي تخنت وملامحها تغيرت فبقت وحشة فبتبقى لانة وحزينة كده مكتئبة هل انت يعني مشيت معاها كل المراحل دي قال لي اه عادي معا كل استتات بتحمل كل استتات بتخلف ايه يعني يا حالة فريدة بص الراجل هنا افل افل عينيه ان هي ممكن تكون فعلا مكتئبة ممكن تكون زادت في الوزن ممكن تكون قعدت من شغلها كل الحاجات دي بتأثر على الستات فقلت له طب انت حاولت تفهم منها ايه اللي مدايقها ممكن تكون حاسة بعدم ثقة بنفسها اليومين دول مسئولية كتير عيال وزن ورضاعة وتربية قال لي طب وانا مالي انا عايزة تدلعني زي زمان كلمة انا مالي دي انا قلت له بس انا وقفت على المشكلة وفي الحلقة الجاية هتلاقي الرد فحدك ترد على الراجل ده تقوله ايه اولا هو استخدم التعميم ان كل الناس بتعمل كده هو ما يعرفش التفاصيل اللي مروا بيها والمشاعر اللي مروا بيها فده اللي كنا بنقول عليه من شوية ان هو لازم يراعي طبيعة الست اللي معاه في الوقت المحدد كل مرحلة من دول لازم يتفهم مشاعرها لازم يشاركها لازم والاهم عندها من المشاركة انه يتعاطف معاها ويتفاهم دورها ويحسسها بدورها ومحاولة المشاركة بقدر الان كان مش التجاهل لكل اللي مرت بي ده ومنطقة البساطة هو عايزها تعامله زي ما كانت بتعامله في الخطوبة هل حضرتك بتعاملها بنفس الاهتمام والحب والتعبير عن الحب والاهتمام نفس الفترة الخطوبة ادي لها نفس الاهتمام ده ادي لها الاحتواء دوت ادي لها التفاهم ادي لها وقت تتعبر عن مشاعرها وتفهم ده وقدر ده وشاركها في الاهتمان امطبتها او في المسئوليات دي وحاول تخففها عنها عشان تقدر كمان هي تركز معاك وتدي لك نفس الاهتمام احيانا بيكون اكتئابها او حزنها او تغيرها من ناحيتك هو نوع من التعبير عن الحزن والضيء والزعل ان انت ما بقيتش مهتم بيها بنفس الشكل ما بقيتش بتعبر عن حبك لها بنفس الشكل ما بقيتش فهمها يقصت ان تحس ان انت فهمها او بتعطوية فهنا بيبتدي دوت يظهر في عدة تعبيرات انها تتجنبك او انها تسكت او انها تبعد او انها تنشغل في حاجة تانية عنك لان هي مش لقية الاهتمام والحب الكافي الست لو ما حسيتش بالحب والاهتمام والاختواء خلص كل الحاجات التانية بيفصلها بلوك كبه بتقفل الحاجات التانية من هي مش سمعك مش متجربة معك هي زعلنة منك انت ممكن بتتكلم فوادي بتقدم حاجات بتجيب هدايا بتعمل كزا هي مش حصل ده كله هي عايزة ترجع تحس بحبك وباتمامك وتفرمك وانك انت حاسس بيها ومتفاهم مشاعرها ومقدار وبعدين انا عايزة اقول ان الستات ردود افعالها بتبين شخصيتها مادم احنا دلوقتي بنحاول نوصل لشخصية الستات بما ان انا ست وبتكلم فاحيانا انا بيبقى فيه وسيلة بكلمك من خلالها من غير ما تكلم وسيلة الصمت يعني انا ممكن ازعل اسكت انا من الستات اللي ازعل اسكت معرفش اجادل لان انا بحس ان كرامتي لا انا مجادلش ومفودي يبقى فاهم انا زعلانا من ايه فيه ستة تانية تزعل تناقش وتزن وتتخانق وتدخل في التفاصيل وتعيد وتزيد فيه ستة تالتة تاخد بعضها وتمشي تقولك لا انا انا كده خلاص تمام انا مش هقول اكتر من اللي قلته فدي كلها اساليب وفيه ستة رابعة تهمل اللي هو مش انا يعني مش انت بتحسسني بعدم الاهتمام وانت انا موجودة زي مش موجودة فانا هرد بنفس رد الفعل فانت فيه اهمال فانا هيبقى رد فعلي اهمال فالاهمال ده الراجل بيديه اكتر فيهمل اكتر عشان يعلمها الادب ازاي انت مش واخدبلك مني مع انه هو اللي في الاصل مهملها هي فدي كلها اساليب يعني الكلام كتير والخناء ممكن يكون رد الفعل بزيء والفاظ وده مس صح الصمت الهروب الهروب انا اخذ بعضي وامشي فده انا كده تماما عملت العلامة مش لازم اجادل فكل دول شخصية كل ست فيهم ايه يا دكتور كل دول نتجين عن حاجة واحدة نتجين عن اساس واحد التجاهل بتاعه وعدم فهمه ليهم لو ادالهم الوقت انهم ما يفهمهم ويسمعهم ويحس بيهم مش هيوصلوا لده اختلاف طرق التعبير دي اختلاف الشخصيات واختلاف النشأة تي حد معبر جدا فبتعبر دايما عن نفسها وبتتعصب وبتوصل الحاجة وبتقولها مرة واثنين وتلاتة تي حد بيكون استنفذ كل دوت فبيزعل وبياخد جانب تي حد هو بيتكسف او بيستحي او بتستحي او بتقسف ان ده بيقلل من تقديرها او من قيمتها من كرمتها انها هتعبر فهو المفروض يفهمني ويحس بيها هنا نوصي الستات شوية ارجوكي ما تتوقعيش منه ان هو هيفهم كل حاجة بالزبط حولي تعبري عن احتياجاتك ورغباتك بشكل مبسط عشان يقدر يوصله لان الاستنتاجات بتاع رجالة احيانا بتكون خاطئة عشان كده بنوصي رجالة كمان اسمع منها هي اسألها هي ما تنوش تسأل حد تاني اسألها هي بتحب ايه زعلانة من ايه خلي دايما فيه تواصل خلي فيه وقت للتواصل بينكم انك تسمع منها وتدي لها فرصة تعبر وما تردش على ده بعصبية او بهجوم لان بعض رجالة بتفهم ايه ان الست زعلها ده او تدقها ده او تعبيرها عن المشكلة دي او الحاجة اللي زعجاء دي انها بتهجمه هي مش بتهجمك هي بتعبر عن الضغوط عايزاك تسمعها عايزاك تحس بيها مش بتهجمك ولا طلب منك حل فورا ولكن عايزاك تشاركها مشاعرها وتحس بيها وتعبر عن حبك واهتمامك وتعطفك معيها وانك انت فعلا مهتم منك تعمل حالك وهي بتقدر تستوعب ده لو ما استوعبتش بقى تحمل النتائج هتيجي بقى المضعفات دي اول حاجة هتقلل كلامها بعد كده هتتجنب ممكن في وقت التاني تتعصب بعد كده تبتدي بخشت مشاكل وخناقات وصدماتك بتزداد كل ده تراكم لعدم التفاهم وعدم إيجاد مساحة مشتركة من الحوار ومن التواصل ومن فهم الآخر وان انا احس مش بس بسمع انا بسمع وبروح ورا المشاعر دي ايه ايه السبب بتاع ده هي متغيرة ليه ما تسمعش الكلام السطحي فقط لا ندور على المشاعر اللي وراه والسبب اللي وصلنا كده لو حلناها هنلاقي الموضوع بيكون أسهل وأفضل كتير ومش هتحتاج ان هي استخدم التعبير الصعب ده أو الصدام ده نادا نقول في النهاية يا دكتور ان اسأل هتفهم هترتاح شكا ليك يا دكتور واسمع بودانك وبقلبك مش بودانك بس وبقلبك شكا ليك يا دكتور نوارتنا في يوحبنا مرسي جدا دكتور حسام صالح استشاري العلاقات الأسرية نوارتنا يا فاند شكا دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا ويكون معنا ضيفنا في الستوديو الكاتب والسيناريست محمد إسماعيل أمين نفهم منه أكتر لأن برضو الكتاب والسيناريست وهو بيكتب لازم هيكون حاسس شخصية الست هيكتب عليها إزاي هيعكسها إزاي في عمل درامي إحنا بنروح معاه وبنحسه وبنصدق الشخصية فيمكن من أكتر الناس الكتاب والسيناريست اللي هو بيكتبه عن الستات بيبقى حاسس جدا وفاهم جدا شخصية الست فاصل ونواصل ولسا نكملين مشاهدينا وخلوني أرحب بديفل معنا في الستوديو الكاتب والسيناريست محمد إسماعيل أمين أهلا بحضرك سيد محمد النهاردة بنتكلم عن الستات وشخصية الستات وإزاي تفهمونا إنتوا يا رجالة خلي بالكو إحنا هنا بنفسر أو بنحلل شخصية أنواع من الستات عشان تبقوا فاهمين يعني مثلا ليه دايما الراجل بيجري ورا الست اللي بيبقى شايف واحد تاني بيجري وراه معاين الست دي لو لوحديها وبتحمله كل حاجة وبتجري وراه وتتمناله الرضا يرضى تلاقيه بعد عنه يعني المطارد دايما يعني أنا طول ما أنا عادي انت بالنسبالي وفيه غيرك يتمناني تلاقيش الراجل بيعمل أقصى ما عنده وفجأة الراجل قوي ما هتملك الست دي يبتدي يلعب عليها كل الألعيب النفسية اللي هو طب انت عايزني وانت عايزني وانت وانت كيف في الآخر سبيته مهمة الاتنين ومشي دي اسمها ايه في الحالة النفسية للست بوسي أنا بقولك أنا أنا بفكر في شخصية نسائية أنا بفكرش فيها كست أنا بفكر في شخصية لأن ما ينفعش عامل الستات كلهم في ست واحدة وانا ببدأ أفكر فيها هي اتربت ازاي واشتغلت ازاي والدنيا أسترت فيها ازاي بحيث انها تبقى الشخصية دي لأن تفكير الراجل عن الست وانا وجهة نظري يعني هو الراجل والست دول كائنين مختلفين تماما يعني ما يفعش يبقى التفكيرهم واحد تماما وكل ده كائن مختلف يمكن مثلا ايه يعني يعني اقولك ايه يعني ده خل وده خل اه وده حتى الوظيفة بتاعدي بني ادم كوظيفة جسدية بتاعدي بني ادم الراجل كده الست تماما مخلوقين لكده ده حاجة وده حاجة فانا لما بفكر في الست اولا بفكر فيها كشخصية مستقلة بنفسها مش بقى فكرة الستات عندهم مش عارف ايه اللي هو البشين من دماغي الصور الزهنية اللي لزقة في دماغنا ان الست لازم تبقى عاملة ازاي لازم تبقى ست تفكر بعطفة هلأ اه انا مفكر بست الست دي ان الشخصية بتاعتها بدأت تدولة ازاي من الناس اللي كانوا التربية اللي خليتها وصلت المحارة دي ببدأ ابنيها كبني ادم مش كا يعني ايه اعود افكر فيها ايه الست عاوزة ايه ورجل عاوزة ايه وانا كست لو انا اقتنعت وفهمت لحدك بتقوله ده ان الراجل ده مختلف تماما عن تفكيري وعن حياتي فانا حتى هستحمل ان انا ابتدي اكتشفه وافهمه لكن هي المشكلة دايما لما بين الراجل والست اللي هو مفهود تفهم لوحدها وانا هو المفهود يفهم لوحدها لا انت لا هتفهم لوحدك ولا انا هفهم لوحدي يعني احنا لو كل ست وراجل فهم ان ده كائن انت بتكتشفه وتبتدي تعرف معالم الكوكب ده ايه ده كوكب لوحدها يعني ما يفعش ست تعامل مع راجل بس انها زيها او الراجل تعمل مع ست نوة زيه ده كائن مختلف عنك ما يفعش انت حتى تتعامل معي زي ما بتعامل مع الراجل تاني او ست تتعامل مع الراجل كانت تتعامل مع الست انت لازم تبدأ يتفهمي اللي قدامك علشان تبدأ يتعرفي المفاتيح بتاعته عاملة ازاي صح حاجة من نقطة برو تانية بحس انها يعني دي الواحد بدأ يحسها لما بدأ يشتغل في الكسيناريست او الكتابة اي شخصية لازم تبقى يتبنيها عندها حاجتين لازم نبقى عارفينهم قبل ان نبدأ نبني الشخصية اونا حرقها في الفيلم او في المسلسل هي عاوزة ايه? وايه محتاجة ايه? هي عاوزة ايه؟ دي سعب تبقى حاجة مادية مثلا الواحد عاوز فلوس الواحد عاوز سلطة الواحد عاوز مركز عايزة بيت عايزة كذا لكن انت محتاج ايه انت محتاج فلوس ده اللي انت شايفه لأنك أنت محتاج الأمان الأمان الفلوس مش في الأمان مش حاجة تانية عشان كده عملنا حلقة قبل كده هنا برضو فيوح كأنه اللي هو احتياجاتنا غير رغبتنا بالظبط أنا عايزة حاجة بس احتياجاتي في حتة تانية خالص بالظبط فدي فعلا كان مهم جدا أن احنا نعمل ده عشان الاحتياجات أنا محتاجة حتى الكلمة تقول له ايه أنا محتاجة تفضل جنبي أنا محتاجة أحس بالأمان فالاحتياجات دي بيبقى ساعات الراجل مش شايفها قوي أو مش مقدارها قوي ما أنا جبتلك ما أنا لسه مغيرلك ما عرفش عفش البيت ما أنا لسه جيبلك بيت فدي رغبات يعني هي دي كانت عايزة كذلك غير الحاجة اللي هي محتاجة وساعات البرقاتة بنفس هو مش عارفها يعني مثلا لو حد ما بيبدأ ابني شخصية لما بتبدأ أحداثها في الفيلم أو في المسلسل بتبدأ ده من الشخصية عادة أن هي عارفة هي عاوزة ايه لكن مش فاهمة مش عارفة هي محتاجة ايه الشخصية أحداث اللي واحد في الآخر بيعرف بالنهاية الشخصية بتعرف أن اللي كانت عاوزة ده مش هو الحاجة 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 تانية خالص هي الحب الأمان الأسرة وهكذا ده في الأفلام ده في السينما في الدراما في الحقيقة بقى في بنا أدمين عايشين بيعيش ويموتوا ومش عارفين هم محتاجين ايه صح ما بيدوش نفسهم فرصة التفكير قبل ما أنا أفكر في اللي قدامي وعاوز ايه أنا أصلا عاوز ايه أنا أصلا محتاج ايه فقبل ما اتحدد انت عاوز ايه أو بعد ما اتحدد انت عاوز ايه فكر بقى انت محتاج ايه ممكن انت محتاجه ده مش ده اللي انت عاوز مش هو اللي انت عاوز طب انت شايف مين أكتر اللي عارف احتياجاته أنا محتاجة ايه الستات ولا رجال فروق فردية فروق فردية تماما أصلا بحس بصراح بحس ان الستات هي اللي مش فهمها هي محتاجة ايه يمكن عشان فيه أو صورة ذهنية بتاعت ان الستة ده بتفكر بمشاعرها وده يمكن ساعات بيحس ان هو صح شوية لأن بصراحة يعني هي الحياة من غير مشاعر يا جماعة تبقى حياة ما الراجل عنده مشاعر ما الراجل ده برضو مش جبلة مشاعر وأكيد الراجل برضو عنده مشاعر أيوا ابتدى ما استاذ محمد يسخل علي في الستوديو افش خلال أيوا انتوا بيبقى عندوكم مشاعر حلوة بس في الأول بس لكن الست بتفضل تدي بقى فكري في الراجل ان هو صياد والست هي السمكة فالراجل بيبقى طول الوقت هو عاوز تطاد ولولا ان فيه في الدين جواز ولازم تتجاوز وفيه قيود اجتماعية لازم تتجاوز ومش عارف ايه مكانش راح يتجاوز ودي حاولها لك من الاخر يعني ده جبت من الاخر من الاخر راجل لولا القيود دي مكانش حايتجاوز لأنه راجل عاوز يبقى حر لأن الراجل كمان بيفكر شوية برغباته أكتر من المشاعر وممكن ساعات الرغبات هيا بتحاول بعد كده المشاعر لكن دايما بتبدو أكيد طيب نروح بقى يعني بصراحة لقبل فهيتة قبل فهيتة يعني انت مخللنا فهيتة بتقول الكلمة احنا كستك كلها بنجري ورجالها ونضحك ايه ته ايه خريب بيتك ايه ده انت فعلا حاسة بالله احنا عايزين نقوله طيب من تواصل الكاراكتر ده ازاي الشخصية دي من حضرتك يعني صاحب كاراكتر قبل فهيتة انا مش صاحب الكاراكتر انا كنت ليد رايتر بتاعي للبرنامج فالكاراكتر كان معمول واللي عمله اتنين رجالة مدالها مستغربة ان انتو كلكم رجالة كلها اللي عاملة قبل فهيتة يعني انتو بتتكلموا ع شخصية ست موهبة جبارة هم كان الاتنين موهبة جبارة بس الفكرة في ايه ان انت علشان تتكلمي بلسان واحدة ست لازم تفكر ست بتفكر ازاي بالزبط انتو دخلتوا جوه المصنع هنا عشان تعرفوا هي هتقول ايه وتعمل ايه فيه فيلم اسمه از جود از جيت بتاع جيك ناكلسون كان هو طالع دور مؤلف اه ومعروف انه هو بيعرف يكتب عن الست كويس جدا في ببات الفيلم ست بتقوله انت ازاي بتقدر توصل لتفكير الست ده قال لها بتخيل الراجل وباشيل منه العقل والمسئولية راجل باشيل منه العقل والمسئولية صح طب خلينا طبعا انه هو في الاخر اكتشف في الرحلة بتاعت الفيلم انه هو طول الرحلة يتعرف على ست هي كل حاجة هو كان بفاكيرها غلط طب الست دي عندها عقل وعندها مسئولية اكتر منهم اكتر من رجلك ست عشان يفاهم الناس في الاخر ان الست دي عندها كل حاجة بالزبط كتر يعني عقل ومسئولية ومشاعر ما انه كان مؤلف بكتب عن الست كويس جدا بس وجد نظروا تلات في الاخر غلط تلات في الاخر غلط خلينا نروح للشارع ونشوف رأي ناس ايه في الست هل فعلا بتقدر تفهم نفسها وايه مشاكل الرجالة مع الستات نروح ونرجع لكم يعني لسه برضو بنتكلم ان الستات كلهم محيرين وبصراحة لازم نبقى صرحة اما هالستات برضو ومش سهلة يعني يعني ان انت عشان تفهم واحدة ست وتبتدي تخليها تحبك وتتعلق بيك وترتبط بيها ما ده مجهود اللي عايز يبقى سعيد لازم يعمل مجهود مجهود ان دي اللي هتخليه بقى سعيد الست دي لو امتلكها هيبقى حياته اسعد فالموضوع السعادة مش حاجة بسيطة يعني الناس كتير في العالم كله كلهم دلوقتي امنيتهم الوحيدة مش الفلوس ولا العربيات ولا الاصور ولا ولا السعادة ان انا عايزة بقى سعيد انت تقعد مع الراجل وتقعد مع ست تلاقي المشكلة انت تبقى سعيد فين هو نفسه يبقى سعيد وهي نفس الحكاية بس احنا بنكسل نعم المجهود احنا بنكسل نعم المجهود ونتعب عشان نوصل للسعادة لأ انا عايزة واحدة ست تفصيل تعمل كل حاجة انا بحبها من غير ما ما تسألني من غير ما قولها ايه اللي انا بحبه ايه اللي ما بحبوش هي مفوت تعرف كل حاجة عني لوحديها كده اوتوماتيك يعني نزلة من الكوكب فضائي كده عارفة كل حاجة وعارفة طفلت وايه مشاكله فيها وعارفة بابا كان بيعملوا ازاي وعارفة 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 طب ازاي يا بابا يعني ازاي ما لازم الست دي انت اللي توصلها لمرحلة الفهمة ده ونفس الحكاية طب يعني انا اوصلك وعرف ادرسك وادخل لكل تفاصيلك وانت اول ما اقولك طب انت فاهم ناقصه ديه لا لا اه فاهم فاهم وخلاص وخلص الموضوع يعني دايما انت لايه الرجال اللي هو انت فاهمني حبيبة انا عايزة ايه انت حطيدي ايدك على موربة الفرز فكرة المجهود المجهود ما بكلمش ع ستة بكلم ع الراجل كمان برضه يعني الواحد فعلا لازم يفهم نفسه عشان الناس تفهمهم طب انت شايف ان الرجالة مش قادرين يفهموا الستات انا بمحبش التعامل في الحاجات دي خالص يعني نسبة كبيرة اه يعني وهي المشكلة ان احنا ساعات بتتصدر لنا مشاكل من برة او من ناس حوالينا ونبدأ نستغرق في حلولها مع انها اصلا مش عندنا مش بتاعتنا بالزبط هي الفكرة في ازاي الكل طرف يفكر في التاني ان هو مش جايبه علشان يغيره هو حبه زي ما هو فما يفعش ايه كلمة ايه الازعو طبعه على طبعي اه الكلمة دي غلط تماما ما فيش حاسمها كده حاجة يعني فيش حاسمها كده صعبة بالزبط انت طبعه ايه طبع انتو الاتنين عشان تشتركوا في بناء هزا البيت فاللي اشترك مشوارك ده في ايه ان انا فهمك وانت تفهمين احقبلك زي منتي انا هضحي وانت هتضحي ما ينفعش والضحي بايه مش تضحي ان انت تغير نفسك لان انت لو انت هتغير نفسك بشوف حال تاني اصلا يعني الفكرة في ان انت تضحي بوقت من عندك عشان وقتها عشان تدهولها ويه تضحي بوقت من عندها عشان تدهولها مهبطة استاذ محمد موضوع برضو صعب انا اقولك لي انا صريح يعني هتكلم عن الستات دلوقتي يعني برضو احنا كستات يعني بنعمل موجود كتير قوي في بداية العلاقة يعني ممكن يبقى فيه علامات مش عجباني وعدي ولطيفة ولزيزة وبتحك والراجب برضو اه يعني نفس الحكاية احنا الاتنين بنجري في ترك واحد وانا مبسوطة قوي وبعديلك حاجة كتير وانت مبسوطة قوي بتعديل حاجات كتير هل ده المصلحة متبادلة يعني انا عايزة تجاوز فانت عايزة تجاوز او انا عايزة منك حاجة فانت عايزة مني حاجة يعني الست برضو بتبقى دخلة شريكة في المصلحة دي يعني لا استسني الستات لان انت برضو في الاول بتعملي مجهود جبار وبتعديله غلطات وبتعديله هفوات بعد الجواز ما بتعديهاش مقدار غلط بقى اه هي الفكرة في ان انت لو هو انت شاف انه في عنده غلطات قاتلة بالنسبة لك انت مش هترافة تعديها بعد كده هو قافي وفي نفس الوقت الراجل الفكرة في ان البنى قدم لازم يبحثت في دماغه ان هو ما ينفعش مثلا بعد 25 سنة يفضل زي ما هو حد 45-46 وهكذا البنى قدم يتطور فلازم يبقى عارف ان هو اللي قدامه دي هي لازم توصل لما حامل تطور وانت نفسك نفس الحكاية انما انت تفضل بدماغ زي ما انت كده طول الوقت يعني انت مثلا انت تبص على نفسك دي ما يقولك ايه ما تقارنش نفسك بحد تقارن نفسك بنفسك بزي ان انت مثلا تفكير مش بس قالت ان انت عملت مجهود او منصب او حاجة زي كده او فلوس او تفكيرك انت ضفت ايه لنفسك كشخصية بان قدم باتحولت تبقى لازم تاني او لا لو انت فضلت زي ما انت اعرف ان انت مكسيتش ايه حاجة حتى لوكسيت فلوس كتير جد لان انت انت نفسك زي ما فضلت زي ما انت وكل التجرب اللي انت عادت في الخامس سنين دي او اصيرش فيك خالص فده معنى انت عندك مشكلة التطور يعني التطور جزء من الطبيعة فلازم يبقى ادب يبقى كده حاطف ادنه وكده فالراجل والست لازم يدخلين في العلاقة ان هم عارفين ان دي بداية مرحلة التطور لشخصية اللي اتنين اه يعني انا هستفاد منك وانت هستفاد منك اه انا هتغير وانت هتتغير انا شخصيتي مش برضو هتتطور يعني مش نفس الطفلة اللي ممكن تراضيها بتاع شكولة وانت رايح تقابلها فولا انت برضو نفس الشخص العشوائي اللي هو انا عصبي فما اتكلمنيش دي بقى الحياة لما بعد الارتباط والاولاد الحكاية بتبقى اعقل فانت لو ما تغيرتش ومع تغيراتي انا كمان الفيسيولوجية والنفسية والجسمانية الحياة برضو بنلاقي نسبة الطلاق بتزيد لان انا اللي انا فاهمة اللي انا شايفة دايما الستات تقول لك لا دا واحد تاني خالص غير لانا اتجاوزته وهو يروح قدام اهل وقلهم لا لا دي شخصية تانية خالص دي مش دي لانا اتجاوزتها ليه لان ان انت لا عايز تفهم ولا انا عايز افهم ما فهموش اشارات بعض بالزبط كده ما فهموش كل واحد ما فهموش التاني طيب احنا لسه بنتكلم عن الستات وازاي نفهم دماغ الستات ونفسية الستات خلينا نطلع فاصل مشاهدين ورجال لكم دي ولسه معاكم مشاهدين ومكملين ولسه معانا الكاتب والسيناريست محمد اسماعيل امين اللي بنتكلم اكتر عن اعماله الدرامية وتأثيرها على الرجالة خلي بالك انت لما بتعرض مسلسل بتبينه ان الست مثلا مهايبارة ومجنونة وبتاقف يقول لك اه بص يا الستات زي مثلا تامر وشوئية زي راجل وست الستات يعني تامر وشوئية ده حمل انقلاب اول ما نزل برض والراجل وست الستات حدسوا على حرج فما بيصدقوا الرجالة بيقول لك اه بص الستاتة هي هي دي بقى الستات طب انت في تامر وشوئية كنت مطلع ما يكسب يعني مجنونة مجنونة والراجل مش عارف يعمل معها ايه هل دي الستات بقى اللي هي الهايبر الستات اللي هي يعني انا بشوف الست المجنونة ليها طعم في الحياة يعني الست العقلة دي انا محبهاش العقلة اللي 14 ساعة ايه وليس تبقى مجنونة ايه وليس تبقى مجنونة ولا هل حنتسلل ازاي يعني ايه تتسللوا ازاي يعني لا ايه بتدي روح طب يعني بتبقاش روتينية ما تحسش ان انت كده يعني ايه مكتب فيه مكتب في النه لهم مجيئات طول الوقت لا يعني درست الشخصية الهايبر دي يعني ساعة تامر وشوئية يعني وراجل ست ستات يعني كنت طول الوقت فيه مفارقات يعني الست وهي بتطلب فلوس الست وهي حالتها النفسية مش مزبوطة بس راجل ستات تامر شوئية الاتنين معمولين بوارشة وارشة مؤلفين كان صاحب الهيدرايتر بتاعي وارشة كان عام بسامير عطف فكل احنا نقعد نشتغل عشان نكتب ونفكر فكل واحد بيجيب الستات اللي عنده في البيت ويحطها على التراويزة ونبدأ نشوف الستة بتفكر ازاي ومش عارف ايه تمام يعني حالات حية بالزبط جدا وفي الاخر انت كمؤلف هتجيب من ايه انت لازل تجيب من الحياة اللي حواليك ولا حتى لنفسك بتجيب حاجات زي اللي بتصل في ايه حتة في التلفزيون انت لازم تجيب حاجات من عندك فالواحد ايما بيفكر في الستات اللي حواليه امه خالته وعمته ومراته خاطبته والبنات اللي عارفهم في المدرسة وهكذا فبنبدأ ناخد بها ايه مثلا حاجة زي تامير شوقية الست المجنورة هي هسلا شوقية مثلا شعبية عيوة بس فيه ستات مجنين مش شعبية عادي يعني فاحنا بنجيب الجزء ده ونبدأ نلضمه ونشتغل عليه بس طبعا في اطار الشخصية اللي ممسوكة بتاعت شوقية اللي هي زي ست زي ما هي ونبدأ نحركها في المسلسط طيب رجعنا تاني للست ودماغ الست الست دايما بتشوف يعني انا بشوف كست ان الراجل اللي بيبقى منه هو صغير وهو طفل شايف امه مهما قابلتها من مشاكل مهما قابلتها من صعوبات ممكن ببقاش معاها جنيف جبها وي 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 دايما ما بتشتكيش قدام ولادها وبيلاقي امه خارقة اللي هي ازاي قدرت تدبأ ودخل جمعية وعملت وعلمت وربت فهل ده بينعكس عليه لما يجي تجوز فييجي بسا مايفكرش في الشخصية اللي بتشتكي لا ده هو عنده هنا خزين ان مامته امه اشتكت وبتربي وبتشتعل عادي وبتكمل الحياة فهل ده برضو بيخليه ما يفهمش الست اللي معاه هو عايزها صورة تبقى الاصل من امه اه وعاوزها سوبر وومن زي ماما اه سوبر وومن زي ماما دي هو سعب تبقى مشكلة كبيرة فعلا ان انت بتبقى عاوز ست بتدور على الست اللي هي ايه صورة امك اللي هي خلاص اكتملت خبرتها في الحياة اه خلاص انت عاوز الصورة الكاملة ديا دي واحدة ست انت هتتجاوز واحدة لسه في بداية حياتها لسه هتبدأ يعني اصلا الست اللي ما بتخش اول ما تتجاوز بتخش بيتها اول مرة تقوم مغدودة ايه لسه انهارسوا دهنا ايه ده انا كنت عادة في بيتها اللي تجع بيتها الواحدي وبقوم براحتي وماما اللي بتحطيلي ومين الراجم ده واخد كده ايه بالزبط فانت ما تطلبش منها كل الطلبات اللي انت او توقع منها كل ردودة الافعال اللي زي واحدة ست عدت بخبرات كبيرة جدا وبعدين ده زمن وده زمن الزبط يعني امامة حضرتك يعني مع كل الاحترام لمامة حضرتك يا فندم عدت في زمن كانت مقفولة عليها لا فيه سوشال ميديا ولا فيه تليفونات ولا فيه بتشوف ايه اللي بيحصل ولا جزء ده بيدلحها ولا ده جاب لها عربية فهي كانت قفلة بيتها واهلها برضو الزمن اللي قابله وبيتك وقفلة عليك البيت وما بتشوفش ولا بتسمع والتطور اللي يام دي كمان بها سريع غير طبي غير طبي يعني انا هحط ديلك مثال وبعدين هي ممكن تكون كاب بتشتكي وتعيط لمامتها لكن مش قدام ولادها بالزبط كده يعني انت بتشوف الام السوبر مام دي انت بتشوف الوجه القوي انت بتشوف الوجه الحلو اللي بتطبطب عليك يا حبيبي واللي انت عاوزه لكن هي كان بتعيط طول الليل وكان بتشقى وكان بتشتكيلي الناس كلها لكن انت ما بتشوفش الجانب المضل في مشاكل مع بابا برضو انت بتعرفش عنها حاجة بابا تجوز عليها وانت ما تعرفش لازم راجلت لوحش في برنامه لا مش وحش ولا حاجة بس معه سي السيد زبا انت كنت شوفت البيت عامل ازاي امينة ما كانتش تعرف حاجة خالص امينة لكن اعرفه سي السيد يعني يا سي السيد وخلاص يعني حضر يا سي السيد فاللي هو فيه زمن انت مش شفته وانت كنت بتشوف صورة الام بس الهادية اللي بتطبطب عليك فهو انا بشوف ده برضو انه هو كل واحد عايز مراته تبقى زي مامته ويمكن ده عدم الفهم بقى اللي هو ليه ايه الجديد اللي انت هتعمليه ما انا امي عمد امي ربتنا وامي 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 المقارنة ظالمة تماما وحتخليك تقولون عمرك عاش في مشاكل حط في دماغك ان انت وانت قاعد او انت اوما ما دخلت الساتي دخلت بيتك انتو اللي اتنين هتبدأوا تتطوروا مع بعض تتغلطوا مع بعض وتصلحوا غلطكم مع بعض وتكملوا مع بعض فما تستناش منها انها تعمل كل حقا صح ولازم الراجل في بيته ويبقى ايه يطنش يعني مش عالوحدة لان الحياة دي بتبقى صعبة جدا يعني في عالك كترة جدا ممكن انت ما تبقاش عجبك عديها عادي ما فيش مشاكل يعني مدام انت ما فيش كوارث بتحصل يعني طب خلينا كده في اخر دقيقة معنا نقول كده ايه كم حاجة نقط كده عشان الراجل يفهم دماغ الست لازم يعمل ايه يفهم نفسه الاول لازم يفهم نفسه الاول راجل لازم يفهم نفسه الاول افهم نفسك يا بابا الاول بالظبط كده بالظبط كده انت متجاوز ليه متجاوز علشان رغبات ولا متجاوز علشان تكون اسرة ولا متجاوز علشان تحب الست دي وعاوز زنتو الاتنين تكملوا عمروكو مع بعض لازم تجاوز عالسؤال ده قبل لم تخش أي ألقى آية أنت متجوزة عشان شكلها حلو متجوزة عشان بتدلعك في اسلوب دلع عاجبك بتجوزة عشان هي عشان شبه مامتك آه عشان شبه مامتك متجوزة عشان عندها بيت وفلوس فمصلحة بزرط متجوزة عشان أيه لازل تجاوب لنفسك السؤال دا ولو أنت لقيت إجابة غير أنا متجوز ستة دي على عشان عايش معاها طول عمري وأخوض المغامرات بتاع الحياة معاها لو قلت إجابة غير دي يبقى أنت ما تتجاوز عاش صح بشكرك جداً أستاذ محمد نورتنا في يوحكا أنا وإن شاء الله يكون لنا حلقات تانية وبالتوفيق يا رب في كل الأعمال اللي جاية ودايماً معانا في القناة القول شكراً شكراً لكم أستاذ محمد مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة وقدر أقول في النهاية يعني أنا الموضوع محيارني بصراحة النهاردة بس كل الرجال اللي بعتن لنا عشان الحلقة دي تطلع للنور كده زي النهاردة افهم نفسك الأول عشان ما تظلمش ولاد الناس مفيش ست مش مفهوم لكن إنت لو حبيتها من قلبك وعملت مجهود عشان تفهمها وعملت مجهود أكتر عشان تساعدها السعادة قرار أنا واخد قرار إن أنا هبقى سعيد واسعد اللي معايا فلو إنت عملت المجهود ده عمرك ما هتشتكي من الست اللي معايا عمرك ما هتلاقي بنت بتعيط ومأهورة من واحد جراحة لأنه ما حبهاش هو جراحة عشان هو كان بيلعب به فيعني ما كناش هنشوف كل القهر والظلم ده لكن يا ريت والستات زي الرجالة لو أنت داخل علاقة مش فاهم احتياجاتك احتياجاتك ورغباتك كلها في الراجل ده يبقى تتخش علاقة دي أحسن لو أنت داخل ارتباط عشان فرحانة بشوية سوشيال ميديا عشان تتصوري وتاخدي صورة وانت بتعملي ميكب وانت بترقصي في الفرح وا 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 يبقى بتتجوزيش أحسن لأن انت هتنفصل شهر شهرين ومش هتكملي فالبنات زي الشباب أنا مش معدول ضد دول افهمي نفسك ورغباتك واحتياجاتك قبل ما تدخلي علاقة وانت نفس الحكاية ويا جماعة الحياة كلها متغيرات أنا مش باخد حاجة جماد ده بني آدم بني آدم بيتغير بيحب وبيكره وبيغضب وبيضحك وبيعايت يعني كل ده تغيرات نفهم بعض الحياة تبقى أحلى ماشي يا رجالة أشوفكم الحلقة الجاية على خير إن شاء الله